أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير حمر ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يبدر الأمر يفسل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنحار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يخشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لكوم يتفكرون وفي الأرض كتع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وخير سنواني يسقى بماء واهد ونفضل بعضها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لكوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناكهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ذلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حاد الله يعلم ما تهمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معكبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطعما وينشع السهاب الثقال ويسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والأقصال كل من رب السماوات والأرض كل الله كل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كل هل يستوي الأعمى والباسير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كل الله خالق كل شيء وهو الواحد القحار أنزل من السماء ماء فسالت أوجية بقدرها فاهتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أهلية أو متاء زبد مثله كذلك يقرب الله الهق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يقرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المحاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الهقق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقدون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفكوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقبى الدار جنات عرني يدخلونها ومن صلها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار والذين ينقدون أهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرهوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه كل إن الله دل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تتمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل حظمم لتتلو عليهم الذي أوحينا أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو قدعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لعد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قريعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استعزي برسل من قبلك فأملأت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من حاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعيد المتقون تجري من تهتها الأنحار أكلها دائهم وذلها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرهون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يذكر بعضه كُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا هُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزريح وما كان لرسولنا أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمهو الله ما يشاء ويثبت وإنده أم الكتاب وإما نرينك بعد الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يهكم لا معكب لهكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن إن جهو علم الكتاب صرق الله العظيم ومن عقب الدار ومن عقب الدار ومن عقب الدار